وبينما يقول القيادي في التيار السدري عصام حسين أنه لا يوجد إصرار بل ضغط من الإطار التنسيقي لتمير محمد شيع السوداني بالتزام مع مراهنة إدارة بايدن على استقرار العراق قبل انتخابات الثامن من الشهر المقبل يرى محللون أن تمير حكومة السوداني أشبه بالأمر الواقع مع غياب أي مرشح من التيار السدري في السياق يؤشر الخبير والستراتيجي الدكتور هاني عشور توافقا بين السيادة والبرت والإطار على اسم السوداني لذلك اعتقد أن حكومة السوداني سوف تمضي بمجرد اختيار رئيس الجمهورية من قبل الحزبين الكردية وقال المتخصص في شؤون الأمن القومي والدراسات الإيرانية في راس الياس أن طهران غير مستعجلة لتشكيل حكومة في العراق بانتظار نتائج المحادثات النووية التي سيؤدي فشلها أو استمرار تعثرها إلى إمكانية أن تستخدم إيران الساحة العراقية بالضد من الولايات المتحدة قبل ذلك إعادة تنظيم أولويات البيت الشيعي ترجمة نانسي قنقر شكرا